بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ندارس فيه هذه الكلمات مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى أسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يبارك في عمره وأهله ومالك ولك والسلامعين والسماعات بمثلت فضل الله قال الإمام البخاري رحمه الله باب حفظ العلم قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي نعم قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري وهو لواء من لواء السنة من الوليات السنة ولا يخف عليكم أن الشيعة كانوا يطعنون فيه لا لأنه ابن شهاب الزهري ولكن ليهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالشيعة البعداء البغضاء لا يتجرؤون على أن يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يردوا حديثه إنما يطعنون في الرواة إذا طعنوا في الرواة أسقطوا الأحاديث التي رووها فمثلا يبدؤون من الصحابة يطعنون في عائشة رضي الله عنها فإذا روى عائشة ألف حديث عن رسول الله أسقطوا كل هذه الأحاديث طعنون في أبي هريرة فإذا أسقطوا أبا هريرة أسقطوا الأحاديث التي رواها تخالف بدعاهم وبعد ينتقلون إلى التابعين فيطعنون في الزهري ومحمد بن شعاب ويقولون إنه كان يدخل على أمراء بني أمية ويمالئهم على ظلمهم وحاشاه إنما كان يدخل كالناصح لهم والناس في الدخول على الأمراء أقسام ناس تنصح وتذكر والنبي قال ما بعث الله من نبيه ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالسوء وتحبه عليه وبطانة تأمره بالخير وتحبه عليه والمعصوم من عسمه الله فكان الزهري ورحمه الله يدخل كالناصح وكالمذكر ولا شك أن الأمراء والحكام يحتاجون إلى من ينصح ومن ثم نقول اللهم هي لهم البطانة الصالحة لأن البطانة لها تأثير تأثير على الذي يصاحبونه نعم عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج في قولنا الأعرج ليس تنابزا بالألقاب أنه ورف بهذا فالذي ورف بلقب ولا يحزن منه تجوز مناداته بهذا اللقب منه الأعرج الأعمش كان في عينيه عمش ولكن ضوحه كانت خفيفة كما يقولون يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد لأنني رجل دميم يعني نسى تفر مني ولا يحزن من هذا وعندنا أيضا ذو اليدين على عهد الرسول رجل في يديه طول وعرف بذلك فقال النبي أصدق ذو اليديني أحقا ما يقول ذو اليديني قالوا نعم يا رسول الله فإذا عرف الشخص بصفة فلا تأثير على مناداته بها ولا يكون اغتيابا قال ربي عبس وتولى أن جاءه الأعمى تفضل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختلف في تعيين اسمه على نحو من ثلاثين قولا ولا أثبت منها حديث ولا مانا أن يعرف الرجل بيقنيته أبو بكر اشتهر بيقنيته وقل من يعرف أن اسمه عبد الله أبو مام الباهيلي اشتهر بيقنيته وقل من يعرف أنه صدي بن عجلان وأكذا عدد من الصحابة رضي الله عنه تفضل قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدست حديثا ثم يطلب أبو هريرة كان مشهورا بكثرة التحديث عن رسول الله الصحابة الكبار كانوا مقلين الحديث عن رسول الله فالزبير مثلا يقول له ابن يا أبت الناس كلهم يقولون قال رسول الله وأنت صاحب رسول الله ما لي أراك لا تحدث بحديث كما يحدث هؤلاء قال يا ابني لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركت في كثير من المشاهد بل في أكثرها وعلى علم بكثير من سيرته وأقواله ولكنني أخشى كثرة التحديث عنه لقول لأني سمعت النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأخشى أن أقع في شيء من هذا وكذلك عمر قال ألهاني السفق بالأسواق أو السفق بالأسواق لكن أبو هريرة أكثر من التحديث فالناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة أكثر تكلم كلاما كثيرا عن رسول الله ينقل كثيرا عن رسول الله فهو يبدي عزره في ذلك والآن سيبدي عزره لماذا أنا أحدثه كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدست حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم ثم قال يعني يعطى المراد من الآية بآية والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب وليك يلعنهم الله ويلعنهم اللا عنون إلا الذين تابهم بعد ذلك نعم تفضل نعم تفضل قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق عندك مضبوطة بالسكون ولا السفق لا ما مسكن عندي هنا في المسك ماشي بين المتاد نعم كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم نعم المهاجرون كانوا تجارا والأنصار كانوا مزارعين نعم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون يعني يقول كنت أجتزئ على لقمة العيش التي تسد جوعتي طبعا الشياء يقولون لا درقوا ببطن بصحب الرسول عشان الأكله الشرب فقط وهو لا يريد ذلك ويريد يعني هي سناء ليست ذنما يقول أنا متفرغ تارك التجارة التي يسلكها إخواني المهاجرون وتارك الزراعة التي يسلكها إخواني الأنصار وملازم لرسول الله على القدر الذي تسد به جوعتي وكان من أهل الصفة أهل الصفة قوم في المسجد يأتي الرجل بالقنوة من التمر يعلق في المسجد وهم يأكلون يأتي الطعام بطعامه الزائد يأكلون يكتزئون على ذلك تفضل قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصع ما السبب إذن الذي جعل أبو هريرة يكثر مع أنه لم يسلم إلا قبل وفاة الرسول ثلاث سنين فقط ثلاث سنوات وروا أكثر من غيره من الصحابة يقول أولا ملازمة لرسول الله سنيا علمي أن الرسول أن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وليك لأنهم الله ولأنهم الآينون تفضل نعم يسفقون أحيانا السفق والتجارات أصلوا من التسفيق أيضا أن عندما التجارة تأتي كل يبدأ يعني يعلن عن سلعته أنت دخلت الحرق مرة أي حرق سيارة حرق سمك حرق طمر يتبدأ الضقيق والهيصة والتسفيق للسلع يعني تعرف أن فيه يعني سلع جاءت أقبلت عير والنبي يخطب بأصحابه فبدأ الصياح والسفق بعد ما صل الجمعة تجد البائعين يصيحون في الطماطم بعشر جنيه مش عارف اللوفي يبكذا ويلي صف يقول لي طب يلي يقول يا حلوة يا بم يا مش عارف يغني كذا هذا هو الموضوع نعم ويضرب أيضا يدخل فيها السفقات يعقد سفقة يعقد سفقة بيع يعني بيع بكامل يموسى بعشرين كده صفقة البيع نعم الصفقة التجارة والمرابحة كل داخل في هذا كل نعم قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب فيه الدفاع عن النفس دفع الشبهة ما بإنها صفية لما أكثرت لليلة المذكورة طبعا المناقب يقلب هالشياء مسالب على طول قل عاد ما له الشغل ويأكل ويشرب وينام وكذا ده كلام ومعاد نعم تفرغ الطالب ما لم يكن له زوجة أو أولاد ما لم تكن له زوجة أو أولاد فيه لكن ليس فيه دعوة إلى العزوبة إن بعض أخواننا الشباب الفحول ويترك الزواج ليه ابني يقول لك ابن ثمية ما تزوج النوة ما تزوج طيب يا أخي هب أن ابن ثمية لم يتزوج وأن النوة لم تزوج ماذا فعل الرسول الرسل كلهم ماذا فعل لقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية صحابة ماذا صنعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعالي فأترك كم من هائلا من الخلق ويتبع أحد المسلمين الذين لهم ظروف كانت تمنعهم أو علل خاصة بهم لا ده مسألة أخرى لماذا حافظ نعم تفضل ثم كثير من الذين يعني يتخذون بعض الأئمة قدوة في عدم الزواج لم يحصلوا معشار معشار ما حصلوا هذا لمن من العلم حتى لو حصلوا حتى لو حصلوا النكاة من سنوان المرسلين صلى الله عليه وسلم مجي لا تحول مجالسنا إلى فازلكات إلا فائدة فيها قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي زئب عن سعيد المقبري من أثبت الناس في سعيد المقبري من أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري ابن أبي زئب والليس ابن سعد هؤلاء الأثبات في سعيد المقبري ويقولون كان من القولين بالحق في زمانهم ابن أبي زئب كان قولا بالحق في زمانه ويذكرون ولم أحرر السنة لما قرأتها قراءة سمعتها سماعا أنه دخل على الخليفة في عهد الإمام مالك وفي زمان مالك فدخل ومالك جالس بجوار الخليفة فقال له الخليفة وكان الغالب من يدخلون عليه أمثله لا يخرج مقتولا دخل فوقف أمام الخليفة والسيفون من خلفه السيفون وقفون خلفه يعني حين تكون قدام ضابطه ومخبر يضربك من الخلف لكن السيفون معهم السيوف فقال له الخليفة أو الأمير ما تقول فيها قال أو يعافين الأمير قال لا ما تقول فيها قال أو يعافين الأمير قال لا معافين ما تقول فيها قال أشهد بالله أنك ظالم جائر مالك يقول فجمعت لي الثياب خشة الدماء التي ستتناثر علي من فأطرق الأمير برأسه في الأرض قال أخرجوه مسلمه الله فكلمة الحق لا تباعد أجل ولا تقربه تضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل سعيد المقبري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر خالد الحزاء قيل خالد من الحزاء لأنه كان يجالس الحزائين صهيب الفقير قيل عنه صهيب الفقير لأنه كان يستكي في قارة ظهره ابن دقيق العيد أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه أبوه كان أبيض شديد البياض كان يعملوا دقيق العيد الكحك والبسكوت يعني هذا يفيد أنهم كانوا يعملون في العيد أشياء من دقيق أبيض الناصة فكان يسمونه ابن دقيق العيد صدل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال أبسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده شيئا أغلبي هذا أغلبي لأن أبي هريرة نسي أمورا كثيرة كما ورد في الأحاديث التي رواها في زمن الزمن الصحابة بعد رسول الله حدث أو حدث بأحاديث فصوب له القول فعدل نعم فالأمر أغلبي صدل قال حدثنا إبراهيم بن المنزر الحزامي نعم قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيديه فيه نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي إسماعيل بن أبي أويس من رجال البخاري المتكلم فيهم فإن قيل لماذا أخرج له البخاري وقد تكلم فيه فجوابه إن البخاري انتقى أحاديثه أعني انتقى من أحاديثه الأحاديث التي صحت تفضل قال حدثني أخي عن ابن أبي زئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثسته وأما الآخر فلو بثسته قطع هذا البلعوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لو كان بإمكان أحد إخواننا أن يجمع الأحاديث التي استغلها الشيعة للطعن في الصحابة وكيف وجئت لكان حسنا كحديث عمر في قربوا لكم قربوا لرسول الله كتابا لا يكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا واعتذار عمر عن ذلك حديث أبي هريرة أيضا هذا يريدونه في الطعن في أبي هريرة فيصفون أبا هريرة بأوصاف ليست بطيبة قل لماذا كتم العلم هذا الرجل يقول حفظت من رسول الله وعائين أو جرابين أحدهما بثسته نشرته والثاني لو بثسته لقطعت رقبته لقطع مني هذا البلعوم فيقولون كيف لا يبث هذا الخبر فالعلماء أجابوا بأن كتمان العلم الذي إذا بث يحدث ضررا يطلب كما في حديث أفل أبشر الناس يا رسول الله قال لا تخبرهم فيتكلوا قال والأحاديث التي لم يبثها أبو هريرة هي الأحاديث التي فيها أسماء أمراء السوء من بني أميه أمراء السوء من بني أميه فلو بث هذه الأحاديث كانت ستحدث فتنا ولذا فإن الله قبضه قبل ظهور أمراء السوء فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأسي الستينة وإماراتي الصبيان على سبيل المثال عندنا حديث أظن من غير حديث أبي هريرة يراجع بس من الرواه من الصحابة لكنه صحيح الإسناد أن النبي لعن الحكمة وما ولد فيدخل فيما ولد مروان كان أميرا على المدينة وتأمر في إمرة مؤاوية فكان أميرا على المدينة فإذا بث أبو هريرة مثل هذا الحديث فستحدث فتنة عظيمة وسيقطع رقبته إذا بث هذا الخبر فعلى هذه الشاكلة أحاديث يقول العلماء لم تكن أحاديث يقوم بها العلم اللازم ليست أحاديث أحكام ولا ولا فضائل إنه نفس أحاديث أحاديث الفتن التي إذا نشرت بين الناس تفهم على غير وجهه ويحصل بسببها سفك دماء يعني تداول الناس مثلا في زمن مروان حديث أن الله لعن الحكم وما ولد الحكم مروان وأولاد مروان ستحدث فتنة لأن القوة بأيديهم بأيدي أولاد الحكم أو بيد مروان آنذاك نعم فهذا وجه دفاع أهل السنة قالوا وأبو هرير هو نفسه يذكر قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا فهو يعرف الآية ولذلك هذه الآية حملت على التحديث لكن في أحاديث أحيانا تخفى عن بعض الناس حتى لا تستغل استغلالا خاطئا وفاطمة كتمت سر رسول الله حزيف بن اليمان علمه النبي أسماء المنافقين ومع ذلك لم يذكر أسماء المنافقين لكل أحد صاحب سر رسول الله فكان لرسول الله سر لا يبث على هذا حمل العلماء حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم رضي الله عنك شيء أحد له سؤال يا جماعة الباب خلص أو اللي فيه نعم ما هو نفس الصمصامة على رقبات السيف هو أبو هريرة لقوطع مني هذا بالعملة وضع الصمصامة لا أبو حديث آخر حديث أبي ذر أبو ذر كان له شأن آخر أبو ذر في بابك اتمنى العلم لا خير أبي هريرة تماما غير أبي هريرة تماما قل والله لو وضع الصمصامة على رقبتي ثم رأيت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله لقلتها فما كان الأبو ذر منهج في هذا الباب وأبو غيره منهج آخر أبو ذر كان في أول الإسلام الرسول قال لأرجع أنت تراني حيث تراني أي مستضعف في قومي فأرجع إذا سمعت به قد ظهرت فأتيني قال لا والله وخرج للناس قائلا لا إله إلا الله محمد الرسول وضربوه ضربا شديدا فعاود من اليوم الثالث ومن اليوم الثالث كل يوم ضرب في اليوم الثالث كادوا أن يقتلونه فاشتنقذه العباش وقال إنه من غفار قبيلة غفار قطع طرق سيقتلونكم فتركوا وأيضا لما دب الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه في بعض الأمور المالية فكان أبو زر يرى إخراج المال الزائد عن الحاجة كلها ومعاوية يرى أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقناه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يرى أنه خاصة بأهل الكتاب فاختلفوا فيما بينهم وجهر أبو زر بالخلاف وانتشر الخلاف فيرسله معاوية إلى عثمان في المدينة حاول عثمان إثناءه عن هذا الذي يقوله من الفتنة يعني أبو زر كان يحكي نستسأله ما الذي حدث بينك وبين معاوية دايما فيه مسيرون للفتن طبعا معاوية جانبه الصهب في باب وابو زر كذلك في باب فيحكي لهم فحاول معه عثمان أن ينسني عن هذا فأبا قال لا أبدا وفي بعض الطرق لو وضع الصمصام على هذه ورأيت أني أنفذ كلمة سمعته من رسول الله لأنفذته قبل أن أقتل فقال عثمان لما رأى الفتنة ستحدث وتشتد الفتنة والناس حوله وناس تجتمع حوله قال لو ذهبت إلى الربذا قال سمعا وطاع بإني سمعت النبي يقول اسمع وأطع ولو استعمل عليك عبد الحبشي مجدع الأطراف فسمن وطاع للرسول الله وخرج إلى الربذا فعاش فيها وحيدا إلى أن مات ودفنا هلالك وحيدا كما قال بعض العلماء ربزا في اتجاه الشام اتجاه تبوك من المدينة على بعد ثلاث مراحل يعني بعد 200 ثلاثمائة كيلو فأبو زر كان له اتجاه وأبو غرير له اتجاه أصدق الناس نعم حديث أبي زر ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لاجة من أبي زر طبعا للاشتراكيون كذبا وزورا يقولون إمامنا أبو زر وأبو زر بريء منهم أبو زر ما قال بما يقولوه الاشتراكيون أبدا ويقسمون الناس إلى رأس الماليين يقول لك رأس الماليين كونتبع عثمان وبني عمية واشتراكيون تبع أبي زر كلام كله باطل طبعا نعم إذاكنا وياكم أبو زر كان سلك العزيمة وأبو هيرا أخذ الروسة والتأول أبو زر سلك العزيمة وأبو هريرة ما نقولش أن أبو هريرة سلك الترخص إنه نظر إلى مفسدة ستحدث ممكن بس ستكون مثلبة حينئذ إذا قلت أن غيره من الصحابة قام بالمهمة ستكون مثلبة ناسقة به فنكن نحن نبرأ أصحاب رسول الله قدر الجاد والاستطاع بما لا يخل بالمعاني هو نفسه قال أنا متدخل كلام لو تكلمت يذبحوني الكلام العلماء التمسوا قال أسماؤهم رأي السوق ولذا كان كما سمعتم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان وفي رأي إمارة الصفاء فتولى بعد ذلك يا زيد بن معاوي وحصلت الفتن التي راح بسببها آلاف من أهل المدينة واستبيحت النساء وسرقت الأموال ونهبت المدينة نعم الله يافينا وإياكم شكر الله لك يا فضل الشيخ أمر وإياكم يا شيخ أمر في الختام نشكر لشيخنا حفظ الله تعالى ونسأل الله أن يمتع به المسلمين وأن يجعل ما بقي من عمره أكثر نفعا وأكثر انتشارا بين المسلمين وأن يكتب له القبول في السماء والأرض نذكركم بصيام غد للإسنين إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حفظ الله شكرا لكم والله أكبر